تدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجمع المقدس برئاسة صاحب الغبطة بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين كيريوس كيريوس ثي أوفلوس الثالث بتعيين التالية أسمائهم قضاطاً إضافيين في محكمة الاستئناف الكنسية الأرثوذكسية في الأردن والتابعة لبطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية وهم قدس الأيكونومس بولوس باجس وقدس الأيكونومس أنتونيوس مدانات والسيد فارس ياسر هلسة والسيدة كريستين فضول كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السيد فارس توفيق الدوود قاضياً ورئيس هيئة لدى المحكمة الكنائسية البدائية في الأردن وتعيين قدس الأب الايكونومس ماهر قاقيش وقدس الأب يوسف عبدالله حمارني عضوين إضافيين في تلك المحكمة هذا وأدى القضاة المدنيون القسمة أمام سيادة المطران خريستوفوروس مؤكدين التزامهم التام بتعاليم السيد المسيح والقوانين الكنسية والقيام بمهامهم بكل أمانة وإخلاص